اهلا بالمتابعين الكرام وصلني سؤال من احد المتابعين من سوريا يقول فيه استاذ محمد المسيح هل ممكن ان توضح لنا الفرق ما بين الكعبة والحرم؟ لقد مرت على هذا الموضوع مرور الكرام في احدى الحلقات ولم تقدم لنا لماذا قلت حرم مكة إشارة الى الكعبة بمكة وكعبة صخرة إشارة لقبة صخرة بالقدس هل من توضيح؟ أولا أشكر السائل الكريم على هذه الوقفة التأملية هذا يندل على شيء فإنما يدل على تتبع الحلقات بتركيز عالي واهتمام كبير تحية له ولكل من يتابعنا بمقترحات وإرشادات وتعليقات لقد سبق وأن وضحت مسألة الكعبة من الناحية الفيلولوجية فالكعبة ليست شيئا مربعا كما يعتقد المسلمون وغيرهم ممن اعتادوا تصور الكعبة على أنها مربعة شكل تقريبا نلاحظ وجود حرف العين وسط الكلمة كعبة وحرف العين لا ينطق في الكثير من اللغات فتحول إلى همزة في النطخ ككلمة عمر أمر أو علي ألي أو عيسى إيسى أو تضغم في الحرف الذي قبلها نقول على سبيل المثال ما رأيت فلانا قطا معناها ما رأيت فلانا قطعا وفي القرآن نجد الآية 16 من صورة أصاب تقول وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب كلمة قطنا في الأصل قطعنا بمعنى نصيبنا كما جاء في صورة القصص الآية 77 وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وبالرجوع إلى التفاسير نجد الطبري على سبيل المثال يقول والقط في كلام العرب الصحيفة المكتوبة وهذا الطرح قدمه الطبري تحت تأثير الآية 19 من صورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره ولتأكيد ما ذهب إليه قدم لنا بيتا شعريا للأعشى ثم ذكر أقوال بعض الصحابة كابن عباس ومجاهد قالوا قطنا أي عذابنا والسؤال المطروح كيف يطلب شخص التعجيل بعذابه خاصة يوم القيامة كما تدل الآية وناقل لنا قول قتادة حيث قال قطنا أي نصيبنا وحضنا وهذا هو المعنى الذي يوافق سياق النص من الناحية الفيلولوجية وبالرجوع لكلمة كعبة فيضغم حرف العين في الحرف الذي بعدها حرف الباء فتصبح الكلمة كبة ككبة صوف مثلا الكبة يمكن قلبها قاف فتصبح الكلمة قبة أي شيء مدور لأصدقاء فلسطينيين تحية لهم يقلبون القاف كاف يقول أحدهم أي كلبي على هاي المصيبة أو الآخر يقول لو ما تبطلش تحكي على الإسلام حقتلك وقلنا عبارة وكواعب أطرابة ما معنى كواعب؟ وهل هي مربعة الشكل؟ كذلك كعب الرجل مدور الشكل كما جاء في صورة المائدة الآية 6 واسم كعب عند العرب ككعب الأحبار وأبي بن كعب هو الرجل القصير والسمين مدور الشكل والسمنة في ذلك العصر لم تكن عيبا بل بالعكس علامة على الغنى والثراء فقبة الصخرة بالقدس هي كعبة بإضغام العين وإبدال الكاف بالقاف وكما يظهر من خلال شكلها المعماري متما لها 8 أضلاع أكتوغون تلات الأبعاد بينما الكعبة في مكة فشكلها الهندسي تقريبا مربع تلات الأبعاد وهذا ما يسمى بالحرم وليس كعبة جاء تسميته من اللغة الآرامية حرم بمعنى حرم منع نفية قطع عن الشرك وهذا التفسير مبني على مفهوم التقس الديني فكلمة حرم معناها مكان مقدس محرم على البشر دخوله إلا بشروط ففي التوراة سفر اللاويين الإصحاح 16 وصية عدم دخول أي أحد لقدس الأقداس داخل خيمة للجماع فقط الكاهن الأكبر لرش دم دبيحة الكفارة في عيد الفصح وهو اليوم الوحيد خلال السنة يقام فيه هذا التقس وهذا التحريم انتقل عبر التقليد الكنائسي فلا يسمح للمرأة أو غير المؤمن بالدخول للهيكل في الكنيسة كما يمكن استنباطه من رسالة بولوس تيمو طاوس الأولى الإصحاح 2 العدد 12 وربما انتقل هذا التقليد في منع المرأة أو غير المؤمن بالإسلام إلى داخل كعبة مكة بموجب آية قرآنية فيما يخص غير المسلم وذلك في سورة التوبة الآية 28 وحديث حسن صحيح فيما يخص النساء في سنن أبي داود والنساء والترميذي يقول قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها صل في الحجر فإنه من الكعبة أو من البيت فالسؤال مطروح لماذا الرسول لم يجز لعائشة أو أي امرأة الدخول والصلاة داخل الكعبة وأجاز لها الصلاة في الحجر الحجر هو حجر إسماعيل فشكله نصف دائري وبالتالي هو الكعبة الحقيقية من الناحية الفيلولوجية أما الحرم فهو البناء الذي يسمى الآن بالكعبة فهو محرم على المرأة وغير المسلم وربما يسأل السائل أليس الكعبة هي البيت الحرام نفسه كما جاء في سورة المائدة الآية سبعة وتسعين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد نعم هذا إن كان الحديث عن البيت المحرم الذي يقدم فيه الهدي والقلائد فالهدي مفهوم من خلال هذه الآية والآية التي في سورة البقرة الآية مية وستة وتسعة فالهدي هي الدبيحة التي تقدم للحرم أيام الحج والعمرة وهي أنواع من الدبائح يجوز دبحها وهي التي نهى القرآن عن صيدها وقت الإحرام بموجب الآية التي قبلها المائدة ستة وتسعين أما القلائد فهي نوع خاص من الهدي ولهذا ارتبطت الكلمتين الهدي والقلائد ببعضها للدلالة فهي الدبائح التي تقلد بقلائد خاصة مكتوب عليها نوع الدبيحة التي تقدم إلى الله ويرش دمها داخل الحرم بين قوسين قدس الأقداس من طرف كبير الكهنة أو الدبيحة التي تقدم إلى عززيل كما جاء في صفر اللاويين الإصحاح 16 العدد 8 وقد سبق منذ قليل إشارة إلى اللاويين 16 في حرمة قدس الأقداس إذن الموضوع مرتبط ببعضه البعض ولا دخل القلائد الحج فيما يسمى الجاهلية فالطبري يقول وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس الإشكالية في هذا التفسير أن القلائد جعلها الله من شعائر الحج كما هو واضح في أول الآية صورة المائدة الآية 97 فما دخل هذا التفسير بالهدي وشعائر الحج قبة الصخرة هي كعبة لشكلها الهندسي تماني الأضلاع ثلاثي الأبعاد وهي أي كعبة الصخرة الوحيدة التي هي كعبة وفي نفس الوقت البيت الحرام لأن القبة بنيت فوق مكان قدس الأقداس للهيكل بني إسرائيل وبالتالي الوصف جاء دقيقا جعل الله الكعبة بيت الحرام نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة